ويمكن كان من يومين بنكلم حضراتكم عن وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور اختبارات كشف الهيئة بنسبة للطلبة المتقدمين للكلات العسكرية ويمكن وقتها قلنا لحظكم ده شيء مهم جدا انه احنا بنكلم على حماة الوطن من قواتنا المسلحة من الشرطة المصرية انه التدقيق في معايير الاختيار ان يكون فيه نزاهة وشفافية مفيش محسوبية مفيش وسطة ان يكون الاختيار يعني بيغطي كل فئات وطواقف المجتمع وان المعيار هو العلم والتفوق واجتياز الاختبارات الرياضية والنفسية لكن كمان الجزء اللي الرئيس كان حريص عليه سواء في وجوده في الكليات العسكرية او النهاردة في اكاديمية الشرطة وكان بيحضر برضو اكتبار كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للاتحاق بكلية الشرطة انه سواء ظابط جيش او ظابط شرطة هو مش في دنيا او وادي تاني هما مننا واحنا منهم فبالتالي الجزء اللي بيبقى الرئيس حريص عليه اللي هي المعلومات العامة ايه الوضع في بلدنا ايه الوضع حوالينا ايه طبيعة التحديات ايه المشاكل اللي بتواجهنا طيب تبقى عارف ابعاد المشكلة علشان تقدر انك تختار او يعني اتحدد الاسلوب العلمي الدقيق للتعامل معها بشكل عام انك تبقى عارف تاريخ بلدك والواقع دلوقتي والمستقبل وازاي بنتعامل معاه ده كان محور مهم مركز عليه سيدة الرئيس النهاردة اثناء حديثه مع الطلبة المتقدمين للارتحاخ بكلية او باكاديمية الشرطة بتابع موسيقى قام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة تفاقدية لاكاديمية الشرطة وكان في استقبال سيادته السيد محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من قيادات اكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية حيث حضر سيادته اختبار كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان السيد الرئيس ناقش عددا من الطلبة المتقدمين حول بعض القضايا على المستويين الداخلي والخارجي وحول تطلعاتهم المستقبلية للانضمام لجهاز الامن وللمشاركة في صون امن البلاد لسيما في ظل ما طرأ على مجال العمل الامني من تطورات خلال الاونة الاخيرة ارتباطا بالاحداث العالمية والاقليمية وفي هذا الصياق دار حوار مفتوح بين السيد الرئيس والطلبة الجدد حيث استمع سيادته الى مدى فهم الطلبة لمختلف الموضوعات الداخلية في مصر خاصة تلك المتعلقة بجهود الدولة للنهوض بمنظومة التعليم بشقيه الاساسي والعالي وكذلك تقديم الخدمات الصحية والقضاء على الفقر ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وارتباط تلك القضايا الحيوية بتحدي النمو السكاني مقابل معدلات النمو الاقتصادي للدولة مع دراسة تجارب الدول الاخرى المشابهة لمصر وما حققته من انجاز تنموي على مدار العقود الماضية بهدف استخلاص الدروس المستفادة كما تناول السيد الرئيس اهمية مبدأ سيادة القانون لفرض النظام في جميع جوانب العلاقة بين المواطنين والدولة ضاربا سيادته مثال قضية مخالفات البناء والمصالحات ومؤكدا ان كل قضايا الدولة تتطلب المعرفة العميقة والوعي والفهم الحقيقي لها من منظور الدولة وليس منظور الفرد فقط حتى يتسنى بلورة الفكر السليم ومن ثم المسار الصحيح للتعامل معها كما تطرق النقاش كذلك الى مدى التأثير الكبير الذي نتج عن تطور وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة وكيفية استخدامها بشكل صحيح وفعال من قبل الشباب كما اوضح السيد الرئيس حجم الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة في المشروعات القومية الكبرى في كافة انحاء الجمهورية للنهوض بالدولة عن طريق التنمية الشاملة خاصة مشروع تنمية سيناء وارتباط ابعاده كذلك بمكافحة الارهاب والتصدي للفكر المتطرف بتطوير مجتمعات عمرانية جديدة مكتملة الجوانب والخدمات كما اشاد السيد الرئيس بما لمسه من جانب المتقدمين الجدد من ابناء مصر نحو حرصهم على نيل شرف الانضمام لهيئة الشرطة للقيام بتلك المسئولية الضخمة في حفظ امن واستقرار الوطن وقد اكد السيد الرئيس على المسئولية الوطنية العظيمة لجهاز الشرطة في العديد من المهام الحيوية تجاه الدولة والمواطنين والتي يجب ان تتم مراعاتها في اطار معايير اختيار الطلب المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة وانتقاء افضل العناصر القادر على الوفاء بتلك المهام ومتطلباتها بصورة مجردة وفي اطار من الحيادية والشفافية وذلك لاعداد جيل جديد قادر على تحمل المسئولية الامنية في المرحلة المقبلة كما اكد السيد الرئيس على اهمية استمرار تطوير امكانات اكاديمية الشرطة لضمان مواكبتها لاحدث علوم العصر في المجالات الامنية والقانونية والاجتماعية لسقل مهارات الطلبة فضلا عن تطوير جانب اللياقة البدنية والصحية لهم وكذلك التقييم الشامل لمدى وعيهم بشأن مختلف ملفات الامن القومية من خلال تناول هذه المسائل والقضايا بشكل عميق في اطار مناهج الاكاديمية وصولا لاعداد كوادر تتمتع بالفهم الصحيح والمعرفة الحقيقية لكافة القضايا اضافة الى المهارة والحرفية التي تحقق انجاز العمل الامني وانفاذ القانون وبما يمكنهم من اداء واجبهم في الصهر على حفظ امن الوطن واستقراره على الوجه الاكمل بكل كفاءة واقتدار موسيقى موسيقى